اشتركوا في القناة 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 كثيرة جدا في اوقات غريبة جدا 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 وقادي كرة تطلع برة من عفروتو ابو كونين نهاردة قاعد في البودلاء وعفروتو لفت الانظار واحيا نفسه مرة اخرى بيدي مثال للعيب اللي هو عايز يعود مرة اخرى لانه ارضيته كويسة لعيب كان كويس مهاراته كويسة نشأ في نادي كبير استحتر شاير نفسه ضاع بيعود مرة اخرى الى عفروتو رايح لبوتونجد كل التمانيات الطيبة اللي هو عفروتو اللي يشكر دا منهور اللي اخد فرصيته من خلالهم وكافح ونجح اسم عفروتو مرة اخرى في عالم كرة القدم تتلعب الدربة الوثنية ويتلحها بفعل السوتي وتتلعب على طول امامية يرجحها الكوارشي لأحمد خطاب وخطاب دايما يشوت الكوار دي وحشة تنزل لابو اوفا يلعب على طول ليه الغنام اللي لفت الانظار بشدة فيه فريق دا منهور وعمل لغاية دلوتي اربعة تربتاشر اسبوع هايل خسع اسبوعين كده انما هو محول الاداء وحيتخطف من ده منهور اجلا وعجلا بس عاوز الحب التأييفة كده ادي عمر باسيوني الباك الشبال يلعب الكورة ويقطع حسن مجدي الباك اليمين ويكملها البلاط وتنزل على طول لايه القسوتي القسوتي تتخطف 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 وكريم منش لعيب كواس عالفكر كريم منش ده هو تحطه عنيكو عليه برضو حيتخطف لعيب سريع رقم اربعتاشر كريم منش تطلع كورة برا الملعب تطلع كورة برا الملعب على طول عمر باسيوني يحش مجدي ويقطعها تطلع كورة برا الملبة بص بيشدوا هما بعض ازاي خبيروا البعض يعني لازال الامل موجود وفعلا ممكن محدش عارف ايه الحكاية بالزبط تطلع بكورة من كريم منش وبدأ القسوتي يمسي الكورة وعنده يوصي ولعب كويس وعنده جملة دي يلعب على طول تروح لمنش منش النهاردة وبسيوني هنشوف مين هيعدي المنش منهم هل كريم هيعدي بسيوني ولا عمر حيوقف المنش ده تطلع بكورة فيه فيه اتنين نحو الأداء قادي على طول حمدي فاتحي بوش رجل خارجي يلعبها لنصر انما يطلع مصطفى حسن حمد الغنام عنصر مهم جدا هو عفوطف ده منهور وكريم منش عنصر مهم جدا جدا في نادي القسوتي هو وادمز هنشوف مين اللي هيحرك دفت مين هذا اليوم والتعادل بدون هداف وتقريبا 8 دقايق من زمن الشوت الأول وتتقطع كورة وعلى طول كورشي وبره الملعب طبعا اصبح دلوقتي محمود شديد هو الباك اليمين الله كوفى عنا واحنا معلقين وحسن مجدي هو الباك شمال دايما بنقول المراسل اللي هناك يا جماعة يقول لنا اللعيبة شمال ولا يمين ولا فوق ولا تحت طب النجوم بنقدر نفهمهم اما دا مقعد احنا بقى نكتشف دلوقتي حسن المجدي هو الباك الشمال وشديد محمود شديد هو الباك اليمين كل مرة نقعد في الموال ده مش مهم واقع العيب من القصوتي على الأرض ان شاء الله يقوم سليم لكن ميزة التسعة دقائق اللي تلعبت دي ان الفرقتين عندهم الأمل لازال باقي وده بقى ايه مش هدف بن ران صديقة فاول بن ران صديق على طول يخش محمود شديد وفي السنترهاف أحمد صلاح وقادي الكابتن المدير الفني هو ألماني بس مش ألماني في الكورة جنسيته ألماني ولقى نفسه كده نازل استعمال دي يمكن كابتن إيهاب الكومي جاب تاريخه من كان في حت مش عارف عند فين وبعدين تسلفه المين ووصل به القصوتي وقال لك لما قادي كابتن محمد عمر الصلاحة يعني مع أبي صندوق بيتكلمهم وكل الأمل النهاردة ان هما ياخدوا سلاس نقاط لو خدوا سلاس نقاط هتبقى الفرقة دي هتبقى مزعجة هيطلع اه أحمد صلاح ان شاء الله سليمة بعد ما اصطدم به محمود شديد فيه محمود شديد عائلة شديد النهاردة بتلعب وفيه شديد في دراقة الجيش اللي ما نعرفش إزاي بتخسر نادي الاتحاد ووقف على رجليه فيه توقيت مفروض يبقى تمام جدا بعد ما خسر أساس نقاط من المصر مش بقول لحضراتكم الفرقة دي ممكن تخارب شو تأذي هنشوف نادي الاتحاد هلا هيستمر حسام حسن ولا هيروح نادي مصري هل ماجيزات نادي الاتحاد هيستجيب لطلبات حسام حسن من ناحية اللعيبة اللي عاوزها حاجات تير جدا لسه في القفق محل مقاش أكتر موسم مدربين اتغيرت كتير جدا موسم جامت جدا على فكرة كرة فيه مرتفعة جدا كان باستثناء حتى مبارات اللي كفاش قالوا زمالك فيها كرة لو فيه جماهير كتا حيبقى فيها متعة كويسة جدا انما قدر كرة القدم في مصر ان بعض المشاغبين فرضوا ان كرة القدم تبقى بدون جماهير بيجري حسن مجدي وبيدور على الكرة تتخطف منه تروح لي ده منهور تنزل على طول لكوارشي العابة امامية عند نص النص تنزل لحماد الغنام نجمهم وأمالهم وفوق وضربة مارمى لنادي الاسيوط حلق اهو الحلقة بتاعت المودرن اهو تقول له حلق بجزيرة مراش نقولي الاسم ده مع حلقة برضا ايه كلام ضربة مارمى للاسيوط تروح لحسن مجدي امامية الكوارشي مقفل على عطية النشوي عطية ياخد حتة كعب كده في رجله انها حكم بسيوني بقول مفيش حاجة تطلع الكرة برا المالة بقواة ادي حمدي فاتحي العيب كواس على الفكرة و ادي عطية النشوي واقع على الارض والقضية اللي اصارها كابتن ايهاب الكومي مع كابتن خالد بيبو دي ممكن كابتش باري يفرد لها ويجيبوا الولوم بيوسألهم وجيبوا الترسانة ويسألهم وجيبوا منصورة ويسألهم من ساعة ما دخل الاحتراف المنصورة دي كانت بتربي اجيال والولومة بيربي اجيال ومحدش بيمشي ترسانة بتربي اجيال ومحدش يمشي مرة واحدة فردوا الاحتراف بيجومك بتنشي وانت معاكش فلوس تشتري فبتشتري لعيب على قدك ولا يعمل لك حاجة بيغملك فلوسه وخلاص لا بتطلع ولا بتنزل وتفضل في دوره اجيال يعدي وماشي ويرقص وماشي وبيعرض نفسه جميل عفرته انما وقفة كده منه محمد نصر يخد نصر تاني وتروح عند الغنام الغنام وجديد تطلع كورة برا الملعب او رمي التماس لنادي ده منهور الاكتر محاولات هجمية على طول اسلام ابو قفة تنزل لحمد فاتحي تروح للكوارشي الكوارشي يفتح اللي عب هناك ناحية اليمين عند حمد فاتحي يخش حسن مجدي وطلع كورة برا الملعب اوه احسن ما في الملعب دولات التصوير بيجيب اللاعب من قريب بيجيب الارقام ساعات كده ربنا بيدينا مخرج بنستكشف اللاعب مش الرقم المهم التعادل بدون هدافه 13 ديه من زمن اشوت الاول من اللقاء ده منهور اللي معاه كورة صاحبة الزي الازرق مع الاسوتي صاحب الزي الكناري والتعادل بدون اهداف وكل امل الفرقتين رغم ان احنا قلنا في حماس وفي مش عارف ايه وفي هويه انما مفيش اهداف انت النهاردة الحرية انك تجيب هدف وبالتالي الفرقتين ما عندهمش يعني ما اللي يجيب هدف هلا في المناسبات انما المدربين عاملوا معهم ما يمكن ان هما يعملوا سواء اه احمد عشور الدكتور احمد عشور قبل الكابتن محمد عمر ثم الكابتن محمد عمر اضاف ايضا المدير الفاني الالماني اضاف لكن هي مسألة امكانيات الرياضة امكانيات سواء الرياضة فاردية دي مسألة ارقام وامكانيات رياضة جمعية مسألة برضو امكانيات ماياش عافية اذا ان الرياضة تخطيط الرياضة ازاي عاوز لما مدير فاني ينفذ فكره من اللي حينفذولي مش عافية هي مايجيش واحد لعيب يفضل يشرحه على السبورة ساعة وبعدين يروح ممره للكرة في المدرج وهكذا كل حاجة محسوبة فيه الرياضة ولكن احنا ساعات كده ايه في مصر تلاقي كل الفرق اللي تحت عايزة تطلع دول ممتاز طب انت حدك ايه عشان تطلع يضيعوا الفلوس وكذا كان عندهم نجم يموت في قصة التهنوكة دي كلها مش يبيعوا النجم ويفضلوا في الدرجة التالتة او التانية والكلام من ده لا مراكز شباب مصر كلها عايزة تطلع دول ممتاز طب انت عندك كامل ليه مع تلعب به عندك مواهب كتير واسيبها تروح للاندية الكبيرة وده الغرض الاساسي ان مراكز شباب تعمل في الستانيات عشان تكتشف النجوم وتديها للمستوى الاعلى حاجات كده يعني عفية بنعملها وخلاص عندنا كام نادي فيه الدوري الممتاز كلها عندها فيها اسوات انما لازم يلعب كورة ولازم يبرزوا مواهب بس عندك مواهب ولا اتنين ما تسيبها تطلع للمستوى الاعلى بدلا ما تبني عليها فرقة وتموتها ولا هتطلع ولا هتنزل ضربة حرة مباشرة ليه نادي ضمن هو واكون سلطه واعتقد ان يعني اا مستفى بدولي بنشوت كويس وادي حمدي فاتح واقف في الحيطة واحد يقول لي منحقه اقول له اه منحقه بس مش منحق التاني انه يزقه يضربه اا محمود رمضان وضربة حرة مباشرة ليه نادي ده مدهور عفوته بنشوت كويس وحمدي فاتح بنشوت كويس وتتلعب الكورة حلوة 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 ليه ده محمد نصر قريبا ده مين ده محمد نصر ده رقم عشرة بستفى بدولي كويس العابة حلوة هو ينفوه الحيطة راجع هو بس سلها ولا كنوبر يعمل لها حاجة ستاشر ديه من زمن اشوت الاول ولازال التعادل بدون هدف قائم بين ده منهور والاسوتي وده منهور هي الافضل وهي الاكتر محاولات هجومية وهي اللي وصلت الى منطقة المناورات للاسوتي ومحمود رمضان دايما ياخد انزلات مين الزرده المين حنشوف بيدور عالكارت او ده هنشوف ايه الحكاية بيدور عليه في جيوبه منظر وحش لازل كون انت عارف جيبك في ايه اللي هنا هنشوف اه ده ضد محمد نصر ومينه لا كارت احمر ولا كارت ايه هنشوف ده ايه بصوا بقى طب قلنا بقى مين اللي حاخد انزار هنشوف مين اللي حاخد انزار طالما بقى اتفاول على الاسوتي وكان مشترك فيها محمود رمضان يبقى محمود رمضان اللي خد انزار مصطفى بديوي مرة اخرى وضربة حرة مباشرة لده منهور ومحمود رمضان وش انتراه في الاسوتي خد انزار وكلكت مرة تانية في ديئة واحدة بربتين حواتين لده منهور وبيديوي اللي فيها تخبط في الحيطة وتفق دوتها وتطلع بره الملعب او ترني التماس لنادي ده منهور ده منهور بالمنظر ده ممكن يجيب اهداف لان الاسوتي خلاص انكمش وده منهور ده تعليم وحنشوف الموقف العام حيبقى ايه تنزل هنا مين هيستاد مستادش على ادمز ادمز على طول يطلعها تنزل وتروح للباك اليمين حسان خليل يلم حسام يلم حسام ومعها مجدي حسام ومجدي تتخطف من حسام واخدها منش وماشي منش اهو ماشي منش لعب كويس على فكرة ولعب حلو اوي اوي اعطيها الناس شوي انما طويلة تروح لحمد خطاب بيلعبها تنزل في نص الملعب على طول امامية للغنام تتقطع ونحرارة كده للأسوتي تنزل على طول الكرة لعبدالله البلاط تتخطف والفتح حلو اوي لغنام لعبته 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 ضربت في رجله مرتين ومفيش حاجة المهارة هنا بقى مهارة الاستلام اهو موجود وعالي اوي عشان كده رغول ايه عاوز يتايف استلم امتى وروح امتى وقادي تخطفت الكرة اهو على طول اه ابو قفة وبسيوني يرفع كرة انه مجون ايه شاور عقله سابها وتروح على طول الباك اللي مين حسن مجدي حسن مجدي يردها حسان خليل رواب هجومي لنادي ده منهور بلا خطورة على مرمى الاسيوتي والاسيوتي بيدافع في نص ملعبه على امل انه يخطف يام الهجمة مرتدة ما عندهش فرود اليام الهجمة مرتدة انما استحواز شبه كامل ليه ده منهور وارتداد دفاعي ليه نادي الاسيوتي ودربة ارتنية ليه نادي ده منهور من تسويبة لمحمد نصر لعب نادي ده منهور تغبط في احمد صلاح وتتحول بدربة ارتنية اذا تساحتاشر ديئة ده منهور هو الافضل هو المسيطر لكن كالعادة مش عارف يترجم سيطرته الى اهداف وعمر باسيوني باك شمال وضربة ركنية لنادي ده منهور تتلعب عكسية هناك وضربة رأس اي كلام تروح لمصطفى حسن حارس مرمى الاسيوتي بيده حسن تروح لعطية تطلع برا ملعب اوترمي التماثل الاسيوتي تنزل لادمز لحسن مجدي لباك الشمال لعابة امريا ورايا صفارة وضربة حرة غير مباشرة على مانش ادي اسامة فؤاد مساعد رقم واحد مساعد رقم اثنين احمد مصطفى والحكم الرابع عصام هنداوي كورس يلعب دربة حرة غير مباشرة وشعلقة في الهوى وتسويبه اي كلام اي كلام اي كلام من مصطفى بديوي اللي بدأ يزيد مع محمد نصر لايب كويس ولكن زي واحد شايفين كده ان المهارة في التسويب او التناصق الفرص مش موجودة ولكن اهو مصر بيوصلوا كثير اوي طول الموسم على فكرة بيوصلوا بالمنظر ده اكتر كمان ده منهور انما بيضيعوا الفرص تباعا عشان كده يعني جايبين حداشر جون يمكن جابهم جون امطوي لعبي اسماعيلي هو اللي جايب حداشر كمان افضل سنتر فرود في هذا الدور حتى الان واحد يقول لي افضل سنتر فرود اقول له ايوه افضل سنتر فرود بيتحرك صح بيدبر اللي معك كورة ان يدينه بيروحي في الاماكن الصح الفرصة بيستغلها صح وهو اللي عامل شكل عام للنادي الاسماعيلي اللي عنده فرقة كلها شباب بحاجة جميلة جدا عمر بس يولي يلعب راوية التماس وتنزل وتروح ليه محمد كورشي يريحها لحسام خليل حسام خليل امامية هناك عند عفرته وفاول على عفرته وضربها حرة مباشرة لنادي اسود عندنا كده اتنين وعشرين ديئة من زمن الشوت الاول اقدر اقول اتنين وعشرين ديئة من دوري الدرجة به يعني اللي انتو شايفين قدامكم ده الكر والفر والامكانيات المهرية دوري به اللي عايزة تخيل دوري به والفرقة الجامدة اللي في دوري به كمان مش الفرقة الضعيفة بيهو بيبقى مشكله كده يعني الفرقة الكبيرة الاول والتاني وبتاع في كل فرقة من فرقة الدرجة به بيبقى بالمنظر ده فيش اصارة طر وفارغة لما تخطف جلو تنام عليه هنشوف ايه الحكاية تتلقى بالكورة وتوصل على طول لأحمد خطاب خطاب أمامية بقالشة كده البلاط تنزل في رص الملعب للأسيوتي البلاط مرة تانية لأحمد صلاح أحمد صلاح أمامية يطلحها على طول عبدالله جلال صح صحة للأسيوتي في محاولة هجومية انما ما بيتكملوش الهاجمة ترجع لحسن مجدي ينزل الادم شديد وعلى طول الغنام ما عندوش حدا يجري اللي حصرني يكسرني ويلعب على طول حلو قوي لبديوي وتنزل لإسلام أبو قفة لعفرته وفيها فكرة من أبو قفة إنما تطقطع يرجع كريم مامش ويقتحها وتنزل على طول عندك ورشي يقتحها قبل عطيها النشوي وتنزل الحمقة موجودة لفرقتين بلا فعالية في المرميين يمشي حسان خليل ويوم الكرة عرضية ليه بديوي لقاها حلوة قوي قوي من مصطفى بديوي ولقاها مصطفى حسن بالصراحة يعني كرة بدأ دمانور يصل وبدأ نقول مصطفى حسن حارس مرمى الأسيوتي وبصراحة دمانور هو الأفضل وهو اللي بيلعب كرة جامعية وهو عند الرغبة الهجومية وقادي عمرو باسيوتي الباك الشمال يعمل عكسية مين بيقوله بيدور على مين إنما تروح لحسن مجدي الباك الشمال يصيبها تبقى دربة مرمى لنادي الأسيوتي إذا بعد 24 ديئة من زمن الشيوتي الأول 24 ديئة كلها أو معظمها لنادي منهور أكتر هجوم أكتر محاولات وصل إلى مرمى مصطفى حسن تصوبتين لمصطفى بديوي بجوار الآيم أداء جماعي لضوامهم ما شفناش حاجة ألماني من نادي الأسيوتي حتى الآن الأسيوتي بيلعب بتحفز رغم التحفز يعني التعادل مش حايفين طول الأسيوتي بيلعب بجملة واحدة نص ما لعبه كويس بيقدر يلعب كرة مع بعض بيروح للشمال ويقدر يلعبها في ناحية اليمين وبيقدر يجبها من الشمال للمين زي ما حالك شافين كده وعندوش راس حربة بقى يخلص ألا منش بس منش هو اللي بيقدر يخلص في الكرات ولو جت له الفرص اللي بتيجي لو جت له الفرص هياخد انزار هياخد انزار ده عشرين ده عطينا النشو أول محاولة عشان يعمل حاجة وياخد انزار ومحمد شديد بقوله خلي مالك احنا من عائلة شديد بلاش كده وأبوه بالصراحة مضرب كويس وكان ملك في المينيا العيد كوس قوي وأدي كورة فاش حاجة وانزار ليعطيها النشوية يلا رجالة شوية يلا رجالة شوية احمد خطاب على طول امامية يخش حسن مجدي مش بقول لحضراتكم مباراة دوري بيه فاولات كتيرة كلام كتير تسمعوا ده الفرصة اللي راحت من دامانهور صافة حسن صدها جات لمطرح مهواقف ووقع على الارض حسن مجدي الباك الشمال ان شاء الله يقوم سليم احسن حاجة فيه ازع اللقاء الحماس بس حماس كابتن محمد عمر قاعد يعني بيفكر السلاس لقاط هو جنبه هو مدير الكرة بعقدة محمد نور وقف على الخط والامل بيرود ادي المدير الفني الالماني جنبه لعيد كان في الجيش موسى كابتن موسى اللي قعد جنب الخواج الالماني ده فيش حد من الاعداد بيقول لي الزار السايبين الدنيا حد يقول لي موسى ايه اللي كان في الجيش حسن مجدي وقادي مش ملاحظين حضراتكم ان الجماهير بدأت تتسرسب في المدرجات النهاردة لما اي فرقة بتجيب جون بتحس ان فيه جمهور بدأت الابضل امنية تقل شوية في شوية وبدأ المحاسيب والناس وكبات وريبين يخشوا في المأسورة وبعدين مرة واحدة يعملوا مشكلة وبعدين ايه يبقى فيه موضوع تاني ويقول مين يدخل مين اللحظهم ان في المباريات دلوقتي المأسورة بتبقى فيها اكتر من الاعداد المطلوبة وبابقى جماهير تخش وسطيهم هنبدأ نتراها نجد مصابقات عام الحسين وبعدين يحصل مشكلة وتبدأهم تقولوا مين اللي كان السبب اجي عفروته وباليمين ويصدوها مصطفحة الاول كان في منصق امني بيعدي كان واحد من النادي ده وكان واحد من النادي ده وطلع انت عام مش مننا وانه انا وكذا كعادة المصريين دايما ننسى كعادة المصريين دايما يدي مشكلتنا ننسى ننسى ايه انت تفاكرين الحادثة اللي في بحيرة بقى ناس بتبط البحيرة بقى الحادثة اللي بتاعة تتصلرة واللي ولع قطليس قالك حنعمل وحنعمل ونعمل تحليل وعملوا تحليل ولاقوا مسقوا نص السوائل مصر بعد كده تناش او نسينا حنصلح الطرق مش عابق احنا بنعمل نجود كبير جدا 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 ولكن مشكلتنا ان احنا بننسى او بنتناسى لغاية لما تحصل حاجة من فوق تاني ودي مشكلتنا مصر احسن بلد في العالم لما تعوز بتعمل انما مشكلتنا ان احنا بننسى او بنتهاول تلي مشكلة شوف نحنا عدينا خط برنيف ان دي كان النيهود ما يحلموش قبل عوزنا ومساكنا وعدينا والأسوتي عاوزي يجعدي بمحمود شديدة هو الباك اليمين وماشي وماشي شديد انما اتلغبط ويلعبها يطلحها قوارش كل الأمور ممكنة لما 30 يونيو و 25 يناير لما عوزنا يريدنا بقى نعوز على طول وما ننساش نفسنا تتلقى بالكورة عند يمشي مانش والعرضية على طول يستقبلها عبدالله اهو كان في الأهل يلاف يستقر فيه ده منهور تنزل على طول لحندي فتحه ابو قفة ده منهور بيعمل كل حاجة الا الاهداف ودي السماء بتاعته في كل مبارياته الصراحة بتاعت ربنا يعني تتلعب الكورة واحد قولي طب ليه قولي مسألة امكانيات انت معندكش فرد يخلق بتلعب على قد مهاراتك شغلوا مدربين باين انما بقى المدار مش هينزي يحط جون يعني ادي مشكلة ده منهور عفرته بوش رجلو حلو قوي لابو للغنام اللي داخل في النص تتخطف الكورة والقصوتي برسم العابو احسن ما في خطوته بيقضو بيطلعوا بالهجمة الصح بيلعبوا بالهجمة الصح وبيتحركوا على الاجناب الصح وقادي عطية النشو يرجحها لمحمود شديد محمود شديد تعود زملا هتو خد وتلعبت هتخد حلوة اوي اوي هيشيل ولا هيا امليه يلعبها حلوة اوي 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 انما الراجل عطية تطلع ببا ملعب رمي التماس ليه ده منهور عندهم شي تكملة الهجمة لانا عندهم بناء الهجمة في نص ملعب كوي ادي موسى هو نص ساعة من زمن الشوت الاول في لقاء ده منهور والقصوتي ولزال النتيجة التعادل بدون اهداف من ده منهور المسيطر والاكتر السحواز والاسيوتي اللي بيحاول انه هو يقول الحالة انما بيلعب بحذر دفاعي كتير يبني هجماته هنا لعندهوش فرود الا واحد لمنهم سيطر على المباراة وحنشوف ماذا يحدث في هذا القار تعدي الكورة وعلى طول يطلع مصطفى حسن وتالي تعديد احمد صلاح نلعب مع بعض نلعب مع بعض المصطفى صلاح حارس مرمى القاسيوتي على طول امامية النهار ده انبي تسع عشرين نقطة والزمالك تمانية وعشرين نقطة عندهم ماتش متأجل مع بعض يبقى ماتش جميل ماتش امبي ومتروجيت والزمالك فرقتين هنشوف الاهل يوم السابق ماذا سيفعل جاريدو امام السراعات نتاعة ولدجلة هيقامل ايه مستر جاريدو حيبان هيقافل دي ازاي وحرجم ازاي ومسحات الواسعة ازاي هنا بقى ديبان المدرب اللي بقى ديفكر ويقدر يفسس الخصم بتاعه ضربة ركنية خبطت في المصطفى بدوي اللي بيجي من نص الملعب انتبقى ضربة مرمى للأسود عرب على النوم جاه شمال حاشمال من فوق من فوق امامية يطلحها عبدالالله برق الملعب النهاردة عندنا مطش المقصة ايهاب جلال مع رمضان السيد بترجيت ساعة خمسة حنزيعه اتنين داريبين مجتهدين مقصة تمنتاشر نقطة وبترجيت عامل مفاجئة جدا وجامع تلاتة وعشرين نقطة ودايس وهايد ورمضان عامل شغل كويس رمضان السيد ايهاب جلال عامل شغل كويس حنشوف الساعة خمسة اللقاء خوش يا دكتور خوش يا دكتور ما بين المقصة وبترجيت في مصر الرضاء برضو في نفس الموضوع اعتقد اخد فرصة للرضاء الرضاء بقاله فترة مفاسة ادي ابقفة كرة جات فيه تقريبا او كوع كوع عطيها ناشو يجاب في وشو اللي هاش شافين الساعة سبعة ونصر الزمالك وجونة اتقولوكوا ادي الجزارة اهدي شمد اسكندرانية اللي موجودين دولي بروح اتغطو وادي عفرتو تتعالج اسلام ابو قفة نعيبكوا يا سنص ملعب على فكرة ينزل اوه عن السالف مع بعض باحداث اشيوت الاول من اللقاء ده منهور صاحب زي الازرق والاسيوتي صاحب زي الكناري والتعادل الهداف والتعادل الخسارة للفريتين تفتع بكورة فبقفة بالعابة بدناه وهو خايف انه ماليه حق يطلحها عامر باسيوني ادمز الجملة بتاعته المعهودة يطلع محمود شديد ومحمود شديد يلعب عرضية يطلحها عبدالله جلال تنزل كورة وتروح لحماد الغنان يخبط في ايده وغزبن عنه عادة سيئة جدا 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 للعابة مصر ويلعبه بدل ما يطع كورة وتجيله ويقول لي حاكم لمستين ما تلعب تنزل الكورة لإسلام جمال يلم إسلام ومخرم وتروح على طول لأدمز يلجحها لشديد ويلعب على طول اخطر كورة الهقتة نحرة يلجحها يحى اسلام جمال بطريقة انت بقى لو ندربها تعمل ايه؟ انت بتقول اوو رمضان لو رمضان تا حيتطلب او رمضان قال لك ما خلص عليه فنسط الملعب ورينا مين العمل اللي حاد سبعت مين النور يا ايه النور اه بمقطورة ده اهو عارف انه عمل نصيبة فبالتالي قال له ان سبوني الحكم جايلي ولا لا انما يعني حنشوف اهو يعني يكاد المريم بيقول خزوني ادي الغنام والراجل داخل يا ساتر يا ساتر يا ساتر هو عوض زئزة ازر الغنام قصير نخي دي على طول تقريبا احمد صلاح او اسلام دمال حنشوف ان هو على الارض ده رقم كام اتمر ما غنحت تاني كده عشان نشوف الرقم انما هو اللي عوض نفسه ازاي داخل مندفع جادت جدا في جسمه يعني حماد الغنام حماد نخي منه راح على الهو احمد صلاح السنطر ها راجل برضو ايه عندي غسل شوية برضو دخل احمد صلاح ومحوط شديد برضو كان عادي مفاول في بعض يعني من نيران صديقة دلوقتي دخلته في منتال خطورة كان عاوز يخلص الاسوتم الغنام الغنام اهو الهوى بتاع احمد صلاح اهو بيرارك حاجة لو مانا سمعت هوا جيف صدري يقيت نشوف اللعطة مرة تانية اهو بص عدراتكم ادي اخطر كرة بصوا راجل رائد عالكرة ازاي واحد ينود عالكرة رائد بصوا رائد عالكرة ده هدف مية في المية لإسلام جمال يعني مدرب هيعمل ايه مدرب باب ملقسوط هيعمل ايه راجل عوضو يا ده اكيد مسؤول هناك منين ده ملقسوط بيدع ربنا يا رب نعمل ايه عملنا كل حاجة هي كوية كرة كده امكانيات هي عفية هي مسألة امكانيات حيقول احمد صلاح وفيش حاجة ومحمود بسيوني محضر له كارت في ايده وذكرت التاني ولا الاولاني لا الاولاني واحمد صلاح وانزار احمد صلاح وانزار فيه تلت انزارات محمد رمضان او محمود رمضان من الاسوتي وعطيان نشوه من الاسوتي واحمد صلاح من الاسوتي تلت انزارات تلت انزارات لنادي الاسوتي وستة وتلاتين ديئة لسه وفاشهم وستة وتلاتين ديئة او سبعة تلاتين ديها من زمن الشوت الاول والتعادل بدون اهداف فاقه هو احمد صراح واللي شايفه تده قريبه ولا حاجه يقوله يخلي بالك دخلاتك مؤزية وممكن تيزي نفسك هو ازل نفسه في الدخل اللي فاتت ديها تتلعب الكورة والتعادل لازال دون اهداف والحكمة في هزا اللقاء او اللي احنا بنجد نطلعه فنيا ان ده منوب مسيطر وهو الافضل ولكن الاسوتي ناجح ان هو يبوز هجمات ده منهور والاسوتي ممكن يرقع هدف في اي لحظة في النادي ده منهور اللي بدأ يسترخي وبعدين عاوز يركنها بقى اسلام جمال انما ما تلفش معاه ويمسكها احمي خطاب انا شايف ده منهور كده حصل عنده نوع مسيقة وبيهاجم والنحد الدفاعات بتاعته مش بيفكر فيها ممكن جدا الاسوتي في اللحظات اللي جاية يقطع ويعمل هجمات مضادة يقدر يعدي حنشوف حالة الاسترخاء اللي الدفاعية اللي في مهيه ده منهور ومعتمد على الاستحواز والهجوم بكل خطوطه تقريبا حنشوف الهجمات المرتدة للاسوتي يحط عنيكو على الهجمات المرتدة للاسوتي عمر بسيوني تتقطع كورة وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي الاسوتي يلعبها محمول شديد وعلى طول لاسلام جمال وادي المرتدة اللي بقول عليها بس مرتدة جنب اول تروح له احمد خطو ادي اسلام جماله هو ادي الكوارشي يبقى كده الاسوتي بيلعب على المرتدة وبيلعب في نص ملعابه زي ما هو شايفين عطى الفرصة اللي ده منور ان هي تسيطر على المباراة ومسيطرة من اول المباراة بص لحضراتكم اهو المنظر قدام حضراتكم كده بيقول كده ولكن حزاري ده منور من الهجمات المرتدة ثمانية وثلاثين دقيقة من زمن الشوت الاول وتعادل ده منور والاسوتي بدون اهداف في لقاء من الدوري الدرجة التانية تنزل الكورة وتروح على طول لحندي فتح لحسان خليل اعود زي عاملات الخد مع محمد ناصر رجاحها ناصر تنزل لعفرته يلهم عفرته انهم مقفرين عليه مش هيقدر ينقرد عفرته تقدر يعدي من الكلكيعة السفرة اللي وقفة في وشه فبالتالي مش قادر اذا لازم تغير من طريقة اداك ودي فاول لمحمد شديد فيه محمود شديد ومحمد شديد اتنين اخوات وفيه احمد شديد ايناوي كلهم ايناوي والكابتن بقى الكبير متاحهم والدهم الكابتن كبير قوي كان لعيب جامد في المانيا واصبح مدير فني جامد برضه هذا جميلة يعني صراحة تطلع بالكورة وتنزل لعفرته عفرته لابو قفة ابو قفة ليه الغنام تتقطع محمود رمضان امانية واحد بس بيعافر عطيها ناشوي ليه عهو وممكن يأزي لو ده منهور ماخدش بالها تخبط الكورة وفي عمر بسوني تطلع بره ملب اول اربعين ديه من زمن الشوت الاول والتعادل بدون اهداف اربعين ديه محاصيتها استحواز ده منهور بلا خطورة الا على فترات السوتي بيلعب على الهجمة مرتدة والتعادل بدون اهداف مجموعة مهارات لا ترتقي لانك بتشاهد دوري ممتاز بس على فكرة في اسبانيا وفي كل دول العالم عندهم تلات اربع عندها تحت كده تلات فرق كبير اوي في النقاط يريد استوداء التحليلي لو يجيب مسلا في اسبانيا الجدول العام للمقاط وفي انجلترا وهنا وهنا حصلت اخر خمس فرق بعيدة اوي عن اول فرق تحصل في حص العائلاتي يعني دربة حرة ليه الاسيوتي تخبط وترد وادمز ادمز يلم يلم ادمز ويبص يعمل ايه يلعب على طول لمحمود شديد وتروح الكرة لحسن مجد يلم وترجع كرة مرة تانية من منشي لمجدي منشي ينطل على الكرة وتخبط وتعلى وسفارة وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي الاسيوتي اللي بينشف عبدالله البلاط قادي كريم منش ينزلها للبلاط والبلاط وضربة مرمى لنادي بيبص بيبص في ساعته المدير الفني الالماني اشترك تتلقى بدربة المرمى ياخدها الاسيوتي هبط حماز بمنهور بدأ الاسيوتي يعلى بدنياً هنشوف ماذا سيحدث في اشروت الاول وحنا نلعب في دية اتنين الرايين في الزمن اشروت الاول فتنكش ساعة خمسة هنزيع المقاشة كابتل محمد عمر يفكر ويفكر واسلام جمال تخبط فعمر بسيو وتطلع برها ملعبا دا من التناسي اي اخشوتي تنزل لجديد لجديد مرة تانية ضغط دا منهوري وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي دا منهوري على طول تتلعب لغنام اللي يخش احمد صلاح ما عندهش هزاره داخل ايه زاد ديزل اللي ما يقب في سيكوتي هو المسؤول عن نفسه بس دا غلط ممكن تتعور وممكن تتعور وممكن تجيب دربات جزاء وممكن تتطرب لازم يبقى ايه عنده حماس شديد بس ايه لازم يجمع هذا دا شغلة مدربة دا انت بتلعب فيه حتى عمق الدفاع اصوتي يعني ممكن جدا يحصل مشاكل فاول على عطية النشو ودربة حرة مباشرة للادي دامانهور عبدالله جلال ودربة حرة مباشرة لدامانهور والفاول بيتعاد مرة تانية ها اتنين بيزقوا بعض كورشي حمدي فتحي حسام خليل اطلع يا احمد احمد تتقطع كورة الاسلام جمال لايه كويس شكله بس عاوزي ياقه ولعبه على طول عند كريم منش معمول عليه حصار من اتنين حمدي فتحي حسام خليل تتخطف من كريم منش واخدها عفروتو عفروتو على طول ليه الغنام؟ الغنام ومحمود شديد الغنام ومحمود شديد الغنام بص عليه ورقابه مزدوجة تتلعب لعفروتو حلو اياس سلام فيها وفسادة المفاش فيها وفساد انما فيها كعب حلو قوي من عفروتو ومصحصح احمد مصطفى واللين زمان اللي هناك اهو وضربة حرة غير مباشرة لنادي الاسيوت تتلعب كورة على طول اسلام ترجع لمحمود شديد عمد شغل كلها اسمحت اللي مين ترجع من البلاط لمصطفى حسد واربعة واربعين دقيقة هنشوف كم دقيقة وقت بدل ضائع مباراة بتفكرني بموراة الدور البيه اللي فيها سعود اخر الوسم بقى وكل واحد عاوز سلاس نقاط وباي اداية مهمة مفيش مبينش تانية كباتن حتى من الرعبع عصام هنداوي مولعش اللوحة في حكام كده مش عارفين اللوحة تتولع ازاي او بيبقى البطارية فاضية فممعرفش كم ديها وقت بدل ضائع بدلع في ديها الاولى من الوقت البدل ضائع اللي عصام هنداوي الحاكم رافع رافع الرايح ديتين ماشي الاعداد بقى النهاردة اه حمد حامد وبدو السعد ومايكل مجدي ووليد اسم لولونا ديتين وتصويبه وهدف تصويبه وهدف بقول لكم حمدي فتحي حمدي فتحي في الديها الاولى من الوقت البدل الضائع شوفوا الفرحة حمدي فتحي والديها الاولى من الوقت البدل الضائع الشيط الاول يحط ده منهور هدف مستحق هدف مستحق ادي ابو كونيه انت المفوت عاوز تباس عاوز نجيب جوان انما ابو كونيه ينزل وبقول لكم النهاردة بلقاء مصيري حمد عمر ومجلس دارت ده منهور وايضا الاسطويت ومجلس دارته النهاردة سلاس نقارب اللي مش عجبها منكم اعتبر ان الموضوع منتهي ادي حمدي فتحي وكورة مفاجئة حلوة لا تصدم ولا ترد وده منهور تتقدم بهدف جميل جدا وبموجود جميل جدا وادي الجماهير المتسربة زي التسرب التعليمي كده وبعد كده يحصل مشكلة وبعدين يقوله مين بقى احافين عامر حسين كانت الاول بتعدوا كانوا راحت المقصورة وبتعرف ايه عالم النسيان سمة من سمات مصر واحد ده منهور لشيء الاسيوتي والمخرج علق على رئيس نادي ده منهور يستير كل الخير واضح جدا ان الناس يعني سعيدة الكرة في الارياف ودي اهو عفردتم يقول فيها يا جماعة الزار الاحتك وقادي قامه تنفس السعداء محمد عمر تم المشوار كويس معاهم وعفردتم اجزال الاحمر هبا هبا شوفتم واقي احمر احمر لا بقى الصراحة عفردتم ماليش حق بجد يعني ماليش حق ابدا يعني واحد هيقولك اتمنك رايح بترجد معقولة هو عاوزنا نتغلب ايه هو اللي عاوزنا نتغلب بس محمد عمر بجز على اسنانه الطبع يغلب التطبع الطبع يغلب التطبع طبعا يعني لن ترحم يا عفردتم لو ده منهور جرى لها حاجة النهاردة لم ترحم لانك انت احد الركائز الاساسية فيه للمرة واحد نمرة اتنين الفرقة بتاعتك متقدمة بهدف لحمد فاتحي نمرة تلاتة الشكل ده منهور افضل ايه اقدر لاخد ثلاث نقاط اذا انت لما يعني تتحرش بالحكم وتصمم انك تتحرش بالحكم بحاجة احنا مش عارفنا ايه هي المراسل اللي ايه بقى المعدين وقالنا ايه اللي حصل خط يعني خطأ قاتل قاتل حصل امتعاشة في الاسيوتي طبعا زيادة واحد ويعني فاول صح حكم كويس على فكرة وحنشوف اهو برد حرة مباشر الاسيوتي اللي مسدق عفردت طلع وبدأوا هم ياخدوا السيخة مرة اخرى على حساب الموقف الرجل ده كل شيء يرقل عالكورة او دوس عالكورة المهم يصفر الحكم محمود باسوني بالتهاق الشوط الاول الجميل من ناحية وانو تقدم بيبه هدف الحمد يفتح في الديان ايه الوقت بغل الباقع اعزائي مشاهدي في قناة سي بي سي تو كان معكم معلق اجادي محمود بكر ومفيش استوديو تحليلي حييجوا على طول بعد المباراة كابتل نهاب الكومي والكابتل خالد ديبو اه الى اللقاء غناب 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 محفين الم Pastر المنطقة المنطقة كاميرا اتتتتتتت بزع بزع التغيير الأول مرة أخرى أعزائي مشيدي قناة سي بي سي توا معكم على الهواء معالق الرادي محمود بكر وأحداث الشوت التاني من لقاء نادي ده منهور مع نادي الأسيوتي انتهى الشوت الأول بتقدم ده منهور بهدف جميل حمد فاتحي في الجهة الأولى من الوقت البدل الضائع وفي عز فرحة لعيبي ده منهور بالهدف ما تعرفش إيه اللي حصل ليه عفرته وتعفرت وخد كارت أحمر من الحاكم محمود بسوني يا محمد بسوني المعدين كان يجبوهنا بقى ما بين الشوتين إيه اللي حصل هناك عشان أنا بقول فين المعدين ما حدش نرد علي واحد بقول اللي بتزع عليه هنشوف تتلع بالكورة نزل وقم 23 عماد خيري هنشوف عماد خيري وقم 23 هنشوف مين اللي تلع المفروض المعدين النهاردة كان يقول لنا مين اللي تلع لنا عندهم مراسل لك في الملعب ها يقول لهم ايه التغيرات اللي حصلت وايه الاحداث اللي حصلت انما النهاردة ما حدش يعني ماتش كده يعني ماتش للماتشات الدولي العام لازم كل يبقى مهتم حد يقول لي مين التغير وبعدين الكلام ده كان يتعامل ما بين الشوتين واحنا مش على هوا حدث حصل لازم ناخده تتلع بالكورة وتتلع برا الملعب قوت حاجات غريبة جدا المعلق بيبقى قاعد على الهواء بيتنشع على اي معلومة بيتبقى على الشاشة قدام المشاهد حاوز ايوه ما جابوتهش ايه في الاف تايم تتلع بكورة انا متكلم على الحدث طرد لعيب مؤثر في المباراة تتلع بكورة وتروح ناحت الشمال عند احمد الغنام تنزل دلوقتي ده منهور بيلعب عشرة لعيبة هنشوف محمد عمر هيعمل ايه في النقص العددي بتاعه وهنشوف الاسوتي هالحيستغل الزيادة العددية ده اللي هنشوفه لان عفروته بسراحة ارتكب خطأ كبير جدا في حق ده مدهور ده مدهور بحالها الفرق اللي عندها امل في السياس نقاط ويمكن لعله عسى لسه فيه دول تاني وفيه لسه مطشين من اسبوع من الدول الاول يعني ممكن كل حاجة تحصل فعفروته ما تعرفش عمل ايه لقينا الكارت الاحمر في الديئة التانية اللي في اللحظة الشبكة فيها كانت بتعانق الهدف بتاعه ده منهور اللي متقدم بيه شكرا شكرا محمد حامد المعد من سي بي سي تو الطرد اللي اتعمل لعفروته الراجل بعد اللي ما جابه الجول طلع بره الملعب قاعد يسجد بره الحاكم استنى شوية لما نزل يعطينه كارت الحاكم الغاد كده صح البرنس نزل مكان ادمز نزل البرنس رقم 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 23 نزل البرنس مكان ادمز اللعب الاصمر يبقى كده هيلعب البرنس هل ناس حربة عطية اذا الحاكم ما اخطأش مع عفروته طلعت بره الملعب وسجدت بره الملعب وانزلت عدت وقت طويل بديلك انذار طب خلص بقى ابلعه لا ازاي ابلع الانذار رحت للحاكم وبعترض على الانذار رح مطلع له الكارت الاحمر ده مية في مية يعني المعدين اهو شفت المعدين لما يلاغوا المعلق بيطلع كلام انما ما عرفش كانوا فين قالوا لي اكيد تلفظوا بتاعوا كلامين ده وعشان كده انا قلت ايه الطبع يغلب التطبع الطبع يغلب التطبع لعفروته لايكواس اوي مهارته عالية كواس جدا انما بعد الاحداث اللي زي كده بعديته عن النادي الاقلي اخطأ في حق نفسه اولا وفي حق فريقه سريا واي نتيجة سلبية هتيجي على دمانور النهاردة هيكون المتسبب الاوحد فيها هو عفروته اللي خفض من معنويات فرقته بيتارده وحنشوف ايه الحكاية محمد حامد مرسلنا النهاردة بيقول لي ده اخر ماتش ليه ده مايكل ماجدي وعندنا مايكل وعندنا وليد شفت انا صحصحتوك ازاي بيرد علي على طول محمد حامد وبده وسعد ومايكل ماجدي ووليد اسم وكده الصحصاح تبقى المطلوبة بيقول لي ده اخر ماتشين ليه حيتطرت هياخد ماتشين يبقى دور الاول خلص في يناير هو رايح بترجد ده ده كلام يعني ده كلام يعني عملية الصراحة مش عارف اقول ايه بتتلقى بالكورة طبعا لو ليه مستحقات بقى ولا حاجات كده يعني ده منهور مستحقات ايه بقى وبعدين ده منهور صاحب فضل كبير عليك انك انت حطف في الصورة مرة تانية وبعد تنتعش ماديا وانت اصلا لايك كويس عندك عندك المهارة ولكن ما عندكش ضبط الاعصاب وما عندكش حاجات كتير بتقدر تضيع المهارة نشوف ماتشنا واحنا خمس دقايق من بداية الشوت التاني وده منهور متقدمة بالهدف وادي البرنس اللي نزل في الشوت التاني اه مكان ادامز وحنشوف المدرب الالماني هو اسمه ايه الالماني ده وجانبه الكابتن موسى لعب طلاع الجيش هيعمله ايه في الشوت التاني ستيفن ستيفن الالماني وفيه كابتن موسى بتاع طلاع الجيش مدرب بتاعه بدأت الاية تتقلب في الشوت التاني زي ما عاوكوا شايفين القسوتي بقى في نص ملعب ده منهور وده منهور بحكم اه البناص العددي بدأ يكش اهه كان مع طلاعة الجيش صح موسى كابتن موسى بدأ ده القسوتي يرد فيه الروح يلعب زيادة عددي نزل البنانس في مكان هادم عشان زيادة عددية بدأ ده منهور يحس انه ناس عددي بدأ يبفنس ملعبه انا بحكي لكم فينه من اوله واللي هيخسر هل ده منهور يحفظ على الهدف او يخطف ولا الاسيوتي يحاول انه يخطف لمنهور هدف تعادل ويفوز بثلاث نقاط بفضل عفرته ده السينابيو اللي هيتعمل في هذا اللقاء حتى الان خلاص سيطرة السيوت استحواز السيوت واحد يقول لي ده ستة ده علمين هيا من عنوانه هوا انكماش من ده منهور هل هي تعلمات الكابتن اه محمد عمر يعني انكمش شوية وامتص الناحة الهجومية ولا ايه بالزبط هل ده منهور هتنجح في ادفاع المنطقة اللي هي عاملها هل السيوت هينجح في الضغط والاستحواز ده هي دي بقى الردود اللي هنقولها لكم اسناء سير المباراة انما الفيلم هو قدام حضراتكم من اولها ده مدان محمود لامدان ينزل الكرة في نص ملعب للبلاط يفتح لمحمود شديد ينزلها الاسلام تعدي تروح على طول للبرنس والعرضية تخبط فيه الكوارشي وتطلع بره دربة ركنية دربة ركنية للأسيوتي وتطلعها بسيارة وانت عاشة وثقة للأسيوتي وشكله كده حيحرك ده منهور ان الله يكون فعون مجلس ادارتها وجمهورها واجهاز الفني بتاعها انما كل شيء ممكن في هذا اللقاء بعد سبع داية من زمن شروط التاني وعفوت الترقط في الوقت البدل تضيع بعد احراز هدف التقدم ليه دا منهور والأسيوتي غير تغيير هجومي وانكماش ليه دا منهور حفاظا على الهدف او عشان نقص العددي وصحصحة هجومية للأسيوتي كل ده وارد ان الأسيوتي يحط هدف التعادل وحنشوف ايه الحكاية بالزبط ادي تخريمة للأسيوتي والعرضية انما عبد الله يطلعها وتعدي الكرة وتنزل في لس الملعب تروح لشديد كريم مانش كريم مانش على طول عكسية هناك بره الملعب اول ترمي التناس لنادي دا منهور هل دا منهور هيلعب براس حربة واحد الغنام ناحية الشمال مشكلة وقادي الراجل ستيفن اهو مع موسى بيقول له قوم الحق فرصة لينا اش هتتعود هل دا منهور هيبع عنده الشجاعة والنياقة ان هو يهاجم زي ما كان بيهاجم في اشيوت الاول دا اللي حنشوفه في اشيوت التاني الغنام الامل ليه دا منهور يلعب الكرة نحمود رمضان يقطع تنزل للبلاط تروح لحسان خليل الحاجة المضحكة ان الاسيوتي افتكر للماتش بقى بتاعه فبيهاجم بكل قوة وبيحاول وبيلعب وانتهى الثقة مش عارف ان دا منهور ممكن تنبه هدف تاني لان هو بيهاجم هجوم غير منظم هجوم كده ايه معنوي يعني احنا اكتر دا احنا لازم نهجم دا احنا كده هنشوف دا منهور هتنظم نفسها التاني وتبدأ تستعود النقص العددي في مين وادي عمر بسوني على طول امامية عند الغنام الغنام ومحمود شديد وريح له احمد صلاح مستمي نتيجة الكلام دا ايه زغدها كده شديد لأحمد صلاح انما كانت الكرة تطلع بره الملابول هني التناس الارضة هيلعبه بمحمد بنصر اسحاربة الواحدة اهو كان بيجي معه مصطفى بديوي وكان بيروح معه الغنام وكان بيروح معه عفرته عفرته اضطرد هنشوف الغنام ومصطفى بادوي رقم عشر ومحمد بنصر بتاعتاشر الورقة الربحة اللجومية في الشيط التاني اللي هيعوضه غياب عفرته تطلع بالكرة بره الملعب رمي التناس النادي الاسود نرجع يا ابداوي المهاردة ومدير دارة الانتاج ابراهيم علي ومدير الانتاج محمد عطية وفرقيته عسام عسران محمد فاهمي رئيس سحرنا وليد عبد السلام ومدير تحرير احمد تيمومي ومعدنا محمد حامد ومايكل مجدي وبدوي سعد ووليد اسم وتطيع بكرة وفاول على حديد المنطقة وضربة حرة مباشرة لنادي الاسود وليد اسم هو بالدين الاسامي هاللي مبارح اللجنة الولمبية احتفلت بلعبة دورة توكيو يعني لخمسين سنة السفارة بس اليابانية كانت سفيد موجود بس تعملت في اللجنة الولمبية وكابتنا عبد مصطفى ورفاقه كان ملاع العين والكابت الخرشي والكابت الشهين المصري والكابت مصطفى رياد مجموعة وكوكبه وحبوط حسن اللي حضره وحاول ميلة جدا ذكريات حلوة وضربة حرة مباشرة للأسيوتي وتتلعب وبالبوكس كده احمد خطاب يطلحها دربة روكنية تتلعب الدربة روكنية واحداشر دية تقريبه من زمن الشوط اشتين وتقدم ده منهور بهدف لحمد فتحي في الدية القولة موات البدل الضائع وانزار هنشوف لمين لمحمد شديد لعب خط الوسط فتحي وعمل ماتش كويس خده واحدة جندي قوي محمد شديد وعطي النشوي انزار استحواز للأسيوتي باستعجال بيقابلوا تعقل من نادي ده منهور وحكمة وحكمة كده ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل ده منهور لو دخل فيها جن هتنهار ولو الأسيوتي جاب جن حيفور والمبارأة مشى على الواتيرة ديت تنزل الكورة لمحمود رمضان ودفاع منطقة زي ما هنشوف شايفين كده ايطالي احسن فلع في العالم منتخب ايطاليا يعمل دفاع منطقة ويخطف ويعمل هجمة وارتدة ايطاليا قادي رمضان يطول الكورة ويتروح الكورة على طول البرنس يرين من برنس اللي ينزل في الشوت التاني تطلع الكورة برا الملعب نزل مكان ادامز ادي البرنس اهو ودربة مرمى لنادي دامنهار النهاردة مدير دار تشغيل محمد العشري ومراسل الملعب متحة السيد والصوت النهاردة طارق عبادة مساعد مخرج طايل مونتاج ومساعد مخرج ايضا وادا مجار وهند شبير ومخرجنا الكابتن محمد اللي بيفكر انه يسافر تتلقى بالكورة وتنزل وعلى طول التوارشي حسن مجدي تتخطف قلبي حاسس ان دامنهار هترقى عجول اولا ها 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 هاي بقول لحضراتكم قلبي حاسس ان دامنهار هترقى عجول لاني القسيتي افتكر انه زيادة عددية يلا يا اولاد اللي احنا هاجم بضمانون ناقصة واحد وضمانون لعبة بحيكة فرقة فهمة فرقة عندها الامكانيات افضل فرقة مسيطرة عليها بدون فمي وفعلا في الديئة تسعة وخمسين يعني من ديئة اربعتاشرة من زمن الشوت التاني نجموهم بقى حمد الغنان يحط هدف الغنان يحط هدف الديئة اربعتاشرة من زمن الشوت التاني هدف التمأمينة اهو بيهجموا عشوائي وبالتالي ما يعرفوش ان في واحد اسمه غنام هنا سريع اي لو منه سنة ده غلط ولكن يعني في مية راح يغطهم انما بقى القدر عشان يقول لي عفرطه بص يعني عن يكسب من غيرك عفرطه تخش الكرة مين اللي يحطها يحطها احمد صلاح السنتر هاف هنا بقى يقوم مع حمد عمر ليه حق الصراحة الرجل يا عم ليه حق لازم اقوم واقف شوية على اساس اللي انا يعني عملت جيم كواس اوي مش النهاردة من ساعة ممسكه ادي تغيير تقريبا واحد طلع اهو طلع من غزو ده رقم 18 محمد شديد قلونا مين اللي نزل نزل رقم 7 اهو رقم تغيير عصام عبدين مكان محمد شديد عصام عصام عبدين رقم 7 نزل مكان محمد شديد واتنين ده منهور لشيء القسيوتي وده منهور بتلعب عشرة لعيبة منذ الديئة الاخيرة من وقت البدل الضائع في شوت الاول وخمستاشر ده من زمن قسيوتي التاني واسبعت نتيجة اتنين ده منهور واحد القسيوتي الغشين واحد قولي رشين يعني ايه ده منهور شكل فرقة بيصعد ده وبتلعب بفكر وعنده ده ربي يلعبه بفكر نقصت واحد لمت امتصت الحماس الهجومي للقسيوتي اللي كان عشوائي وبعدين لبته جول في ديئة 14 من زمن قسيوتي التاني اللي احنا فيه القسيوتي مش هيسكت وهيهاجم عشوائي وممكن جدا ده منهور تلبه جول تالت في العشوائي اللي هو بلعب بياد الادل ابو قفة يمشي ابو قفة هيتفلسل بقى وبعدين ايه يتروح من المباراة تروح على طول لحسان خليل تطلع بره المالة بقى النشوة اللي كانت موجودة والسخة اللي كانت موجودة في القسيوتي اتقلبت مع ده منهور دلوقتي وبالا ده منهور يلعبه ان الماتش خلص والماتش مخلصي ده يعني لسه بدري قوي 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 16 ديئة من زمن شوت التاني سهيها انت متقدم بهدفين لكن القسيوتي لو حط هدف فيه ده منهور هتتقلب هنشوف ايه الحكاية بس اذا سوتي التاني دفاع منطقة ناجح لده منهور الفريد الازرق محاولات اختراق متسرعة من القسيوتي وفي زل التصرع الغنان يحط الهدف التاني وضربة ركنية لنادي الاسيوتي ادي الراجل السفن ده عمل ده بالجزاء مش بيقول لحضراتكم هنشوف مخرج قلب على ضربة ركنية وبالتالي انزار كمان انزار للكوارشي بيقوله ده انا رفع ايدي عفروته هو طالع كان بيتمتم بيقول من الحجم ده عاوز الخليل يخسر المهم هنشوف الكورة مرة تانية ادي الكورة هي راحت ومع احسان خليل وبيرفعها البرينز وتنزل اه هي جات في ايده الاتنين جات في ايده الاتنين والسلادي بقى ايدك ايه هي اللي بتودي ايه في البلاتيات وانزار لحسان خليل وضربة جزاء للأسيوتي لسه كنتم اقول لحضراتكم ده منهور بقى جت لها نشوت السيقة مرة تانية والخضة بتاعتها راحت بعد ما جابتها في التاني وعلى طول في الديها تلاتة وستين من زمن المباردية تمنتاشر كده يعني وضربة جزاء للأسيوتي مين اللي حيشوت وورينا يا عام المخرج مين اللي حيشوت اهو بيهنيه هيعمل زكرة الطارق يحيق دربة جزاء بتاعته مدرب كويس وهدف هدف الاسيوتي الاول الهدف الاسيوتي الاول رقم عشرين اللي جابه رقم عشرين جزاء بعطيها اربعة عشرين هنشوف مين اللي جابه هنشوف مين اللي جاب الهدف واخناء مع الحكم خلاص هم يعني خدوا كده من الحكم موقف وبيبون الجون انجار اللعيبة فقدت السيقة في قرات الحكم هنشوف مين اللي خد انزار محمد داسيني حكم اللقاء وضرب الجزاء واصبعت النتيجة اتنين واحد ومين اللي جاب هدف اهو محمود شديد احرز هدف الاول لنادي الاسيوتي في الديئة تمنتاشر من زمن الشوت التاني تصبح النتيجة اتنين واحد وحيولع الملعب هنا المفروض رقم عشرين ممسكش الكورة وهنا الحكم لاجي يكون عنده نوع من الحنكة والخبرة لازم على طول يخلص الموقف بدون انزارات لان العاوز ياخد انزار اللي مسك الكورة بتاع الاسيوتي انما هو عطى احمد خطاب انزار حارس مرمى دمان هو اذا دمان هو فرطت في عقل نفسية بعد الهدف التاني وافتكرت المباراة خلصت وحصل عندها نوع من ايه الاسترخاء الدفاع والهجومي جات ضرب الجزاء لعبها محمد محمود شديد عشان تصبح نتيجة اتنين واحد وتشتعل المباراة مرة تانية العشرين ديئة من زمن الشوت التاني في مباراة يعني هي بقت مصيرة الاحداث هي اللي عملت الاسترخاء بتاعتها واحد يقول لي ايه الاحداث عم محمود اللي جاب الجون اسلام جمال اللي يارب الجزاء يعني يعني جاب الجون وكل اللي ما جوش جون راحوا مسكوا الكورة والمخرج راح جايب لنا اربعة عشرين يبقى اسلام جمال وخم ستة عشرين ده صحصحة مخرج بقى احنا هنا عبيد المخرج اسلام جمال وهدف الاسيوتي الاول والمباراة بقت حنو حنوة في ايه بقى خلاص كل فريق من الفرقتين بيدافع عن كيانه وده منهور في اللحظة اللي كان اسوتي فاكر المباراة بتاعته حط فيه هدف تاني اللي هي حماد الغنامي وفي اللحظة اللي ده منهور افتكرت المباراة خلصت راح جايب ضرب الجزاء في ديها 18 احرص منها اسلام جمال هدف الاسيوتي اتقلمت الاية مرة تانية وعلى دامانور تاخد بالها قوي للمباراة هتروح منها اوه لا يلعب كورة الحكم اوه ومهم ان الحكم كان يقوف رحيم في الديئة يعني 20 من زمن الشوط التاني في درب الجزاء الصحيحة للاسيوتي تتلعب الكورة وتسرع من الاسيوتي عشان يحرز هزم التعادل وحيرجع دامانور يلعب بالتعقل بتاعه اللي بدأ به الشوط التاني واصبحت نتيجة 2 دامانهور 1 الاسيوتي تقدم دامانور ده هدف للغنام 14 من الشوط الاول اضاف هدف ثاني حمد فتحي الهدف الاول ثم حمد الغنام الهدف الثاني في ديئة 14 ثم اسلام جمال من الاسيوتي من ضرب الجزاء في الديئة 18 دي لعبة معادة والنشوي يعطيها النشوي بصوا الحتة دي بقى بصوا الحتة دي بقى بصوا الحتة دي بقى المادة كان بتقول ايه والحاكم يعني ما كانش مذكرها تقريبا وعلى ده منهور ان هي تاخد بالها وبان باللعبة الحاكم هو الحاكم حاسس ان ايه ادي رقم 15 عادل عبدالعزيز سنترهوف ازا هيطلع مين اللوحة ضلمة فيش بطارية بين او مش عارف شغالة حاكم الرابع عصام هندوي لازم يشوفها الاول قبل ما يرفع تابت عصام عفتاح حاكم لازم يشوف كده هينزل تغيير دفاعي عادل عبدالعزيز سنترهوف كواس اوي النهاردة كم رايح يبدو ان هو كان مصابة ولا حاجة هنشوف مين اللوحيطلع طبعا عيطلع على مهره جدا لسه بدري على تضييع الوقت احمد عبدالعزيز هينزل مكان مين الحاكم الرابع بيتحايل على بتاع دمانورو يطلع ممكن ياخد انزار اهو بقوله هتاخد انزار انت حر ده الحاكم الرابع هو اللي بيقوله مباراة غرائب وطرائف الكابتن بيمو بقى وكابتن اه اهاب الكومي عندهم كلام حلو يتقلوه الكابتن شميلة يجع بعد الماتش عنده كلام اكتر كابتن شميلة ليه بيتفرق دمانورة طبعا عنده كلام احلى وياريت المراسي هناك يقولينا على الحلوات الاحداث دي حقا حلوة لازم المراسي هناك يقولينا اللي بيحصل الحاكم الرابع قال وده زاد وده عمل عشان احنا منبقاش كده يعني ايه مش عارف ايه في الزفة لسه عبدالعزيز عبدالعزيز مستني التغيير ويبدو ان فيه لعيب واقع على الارض كان مستنيينه احمد خطاب قام احمد خطاب اهو ولسه ما حصلش التغيير الاول ليه دمانهور والحاكم الرابع عسام هندوي راح اهو ويبدو ان اللعيب طالع من بره بره ولا فين رقم كام ده اللي طالع رمضان محمود رمضان وينزل لرقم تمانية احنا ايه طيب يا كابتن احنا ايه هو عندي يا كابتن رقم تمانية ازا بيخفف ادي احمد عبدالعزيز اهو لسه بيسخم الراجل انما التغيير بتاع الاسيوتي اتعامل يبقى سوتي عمل تلت تغييرات بتاعته نزل توماس مكان محمود رمضان يبقى بيخفف ميستر ستيفن بيخفف من دفاعه عشان ينزل رمى كل الادوات الهجومية بتاع توماس والبرينس والبلاط وكريم مانش هنشوف بقى كابتن محمد عمر هيعمل ايه لسه منزلش عادل عبدالعزيز هنشوف اهو اغرب تغيير في العالم هيطلع الباك الشمال عمر بسوني وهينزل عادل عبدالعزيز هل عادل عبدالعزيز بقى ما كانش عاوز يطلع؟ ولا فيه هل عمر بسوني كانش عاوز يطلع؟ لانه يطلع سليم ولا ايه بالزبط دي بقى بتاعت المراسل هناك اللي يقدر ولينا الاحداث اللي نازم يقول لي اللي سلاحي في الشاشة مخلوق زي هنا مش عارف انه بيحصل لقطة حلوة اوي عالكورة داية تطلع ضربة مرمى دا منهور مباراة مع امروه وقت واحنا بنلعب في ولا كورنا بنلعب في ديها سبعين خمسة عشرين ديها هيبقى فيها احداث ممكن كتيرة جدا هنستكشفها مع بعض وتتلعب الدربة الركنية والخطاب الخطاب ينقذ فرصة هدف التعادل للأسوتي والأسوتي بيهاجم بلا وعي واي هاجمة مرتدة ممكن دا منهورة حط بس لازم بنلعب تنظم صفحة مرة تانية كابتن محمد عمر نزل عادل عبدالعزيز وبيلعب سنترهاف وقادي فرصة الهدف حلوة اوي اوي كان لعيبة احمد صلاح السنترهاف اللي كان طالع في الكرة اللي فادت دي انما فرصة هدف تروح من الأسوتي ويصدها احمد خطاب الاسارة كلها في الشوت التاني هدفين دا منهور تقدم حمد فتحي في الوقت بدل الضائع ثم طارد عفرته ثم حمد الغنام يحط هدف تاني دا منهور ثم ضرب الجزائف ديه 18 يحط الأسوتي هدف عن طريق اسلام جمال ثم تغييرات هجومية عملها ستيفن خفف من خط ظهره محمود رمضان ونزل توماس مع عاتيا ناشوي مع البرنس مع اسلام جمال هنشوف هدف الاندفاع الهجومي للأسوتي هيكلفه غالي ولا هيقدر يتعادل ويفيزه سلاس لقات ولا محمد عمر هيحجم لعيبة الأسوتي الدفاعية واعتمد على الراجل اللي قدامنا دا في الكرات والمساحات الفاضية من ناحية الشمال دا اللي هنشوفه في باقي هذا الشوت اللي فات منه يعني 27 ديئة من زمن الشوت التاني اتلين واحد اللي دامانوني اللبسة ازرق وتتلقى بالكورة تروح عند احمد صلاح اندفاع للأسوتي وانطلاقات من البرنس وعاتيا الناشوي وتوماس قفار كتير وكريم منش وخطاب يلعب كورة أمامية عند مصطفى الدين بص دامانون لم تبسك كورة عندها وعي هجومي بيقدروا يلاقوا بعض بيقدروا يقفوا على الكورة شوية دي ميزة دامانهور ان فرقة يعني متوضبة شوية وقادي رمي التماس لنادي دامانهور دامانهور الأسوتي عنده اندفاع هجومي بمزاجه يعني مجغير ما حد بيقول دا اللي حصل بالنسبة للأسوتي مستغل خروج عفرته عاوز فاول الراجل وفاول صح للأسوتي ونربع حرة مباشرة على مصطفى بديوي ولو الحكم ما زبتش اخاع المباراة هنشوف حاجات غريبة لان اي العب دامانهور حاست ان الحكم فيه نوع من بيجي عليهم والأسوتي عاوز يكسب والتوتر العصبي لأي دامانهور دا لازم الحكم يحجمه شوية بتليها من الكورة واتنين واحد ليه دامانهور ودامانهور بتلعب نقصة عفرته نقصة واحد وفاول ودربة حرة مباشرة لما دي دامانهور بيبدا حمدي فتحي قلتلكم الشوت الاول مباراة من مباراة الدوري بيه بتبقى بالمنظر ده الفرقة القوية اللي في بيه بجمع نقط مليش دعو بالنحة الفنية خالص انا عاوز اطلع دوري ممتاز لسه الطبع بتاع دوري بيه غالب على اللعيبة لان ما غيروش بشه روش كتير معظمهم مستويات يعني كده ومع دومش فلوس دامانهور تجيب هجيب من اين دامانهور حب الملايين هجيب من اين اقوله مشكلة الاحتراف وبتاعه كلام منده عندها كبيرة نزلت ومش اداء تطلع وقادي الكورة اللي بلعبوا عليها دامانهور للغنان تروح لمصطفى حسن يلا ناس ناس احمد صلاح احمد صلاح احمد صلاح احمد صلاح بيلعبوا باتنين ورا بس هلي بالكم وادي صلاح تنزل الكورة لتوماس وصفاره وفاول على كريم منش ودربة حرة مباشرة لنادي دامانهور في تغييره اكيد دامانهور لان مستر ستيفن غير التغيرات بتاعاته هيلزل احمد سالم ده مدافع بك كويس على فكرة اذا محمد عمر و بيامن دفاعاته مزبوط هينزل احمد سالم وحيطلع محمد نصر السنتر فرود وعلى طول هينزل احمد سالم هنشوف احمد سالم موقعه ايه في الاعراب ده باك يمين اصلا وباك مين كويس توطر مباراة قلبت فراحزات طرد عفرته ثم بدأ الهدف اللي جابه اسوتي يهز من ثقاتهم وحنشوف ما يصفر عنه هذا اللقاء ودامانور متقدمه بهدفين مقابل هدف الاسوتي اللي عنده نشوة وثقة في الاعلاجمية ودفاع من دامانور خلاص محمد عمر لنا كل مدافعين عنده بس العبرة مش بالمدافعين فقط انما يعملوا ايه ده اللي انا عاوز اقوله وده اللي انا عاوز اشوفه ازرق كتير في خط الظهر وما فيش حد هنا من الثمانور هنشوف تطلعها بالكورة انا مية تطلع على طول خطاب ويمسك اتنين وثلاثين دقيقة من زمن الشوت التاني والدقيقة بتعدي على دامانور كدهر وبتعدي على ستيفن الاسوتي يعني لمحة كده واتنين واحد لدامانور ودامانور بتلعب على اللعبة دي وراه صفارة ولا مفيش مفيش تروح لحمد الغنام امل ده منهور ويلعبوه حلو قوي مع على طول مصطفى بديوي اللي اتنين بفهمين كورة وعارفين بيعملوا ايه ويروح على طول احمد صلاح وطلع كورة برا الملعب رمي التماسي ده منهور اللي في ناس منها هتاخد انزارات لتجيع الوقت بس لسه قدام شوية ورمي التماس ومصطفى بديوي محرز هدف من الهدفين العباء للغنام وصفارة وضرب حرة غل مباشرة لنادي الاسيوتي ادي اهو احمد سالم نزل في نص الملعب عشان يقابل والله فك عمله محمد عمر عشان يعني يعد بالمباراة بر الامان نزل احمد سالم ونزل عدل عب عزيز عشان يحضن جنب عبدالله جلال والكوارشي وخلى بديوي وحمد الغنام الاتنين امنوا في نحن الجميع اما الاسيوتي فهو بيهاجم يلا بينا احنا زياد عدد لكن بيلعب على الاجنابهو والكرات العرضية ودرب الاتنية لنادي الاسيوتي بيلعب بالتلاتة فراغ ده مانش وعطية والبرنس وبيلم اسلام جمال محرز هدفهم من ضرب الجزاء كمان وقادي الدرب الاتنية تتلعب برا على اساس حد يشوت وتسويبه فوق ودربة مرمى لنادي ده من هو تسويبه من محمود شديد ما تنسوش بعد هزا اللقاء في ناديين مجتهدين جداً بتنين مدربين مجتهدين اهاد جلال نادي المقصة تمنتاشر نقطة مع رمضان السيد بوترجيت تياتة عشر نقطة هنزيع هزا اللقاء والسيد التحليلي الكابتن احمد شبير وكابتن ايمان يونس كابتن خالد بيبو تتلعب الكرة وهدمة ليه ده منهور تروح لحمادة على طول عرضية وعكسية هناك يغطي حسن مجدي وتنزل وحكى بوما فاش حاجة تروح للبرينز هجمة للأسيوتي يطلقها عادل عبدالعزيز او عبدالله جلال برا الملعب او ترامي التماس لنادي الأسيوتي المباراة دي وحنا في ديئة 80 يعني 35 ديئة من زمن الشوت التاني كل ما متقرب ان قلبي حاسس ان احنا هنشوف فيه حاجة غلط هل الأسيوتي يتعادل ويخلص على ده منهور ويخلص على نفسه هل ده منهور تحط هدف تاني او تحافظ على هدفين هنشوف في المباراة العشر ده غير الوقت البدل الدائع هتقول ايه هل ده منهور من كرة زي دي يحط هدف برضو ممكن جدا ادي الغنام الغنام ومعها احمد صلاح بخش الغنام ويرقص وهو حيقول ايه هي عكورة الصراحة وهنا لازم نقول انه عكورة جماهيك ده منهور متحسين بهسة وده اللي احنا قلنا عليه خلي بالكو محمد عمر بقول لك ده بالجزاء وتوتر توتر شديد جدا طبعا كل واحد بيعترض مش عاوز يقول لي حق دولي اجلهم الامل وبدأ يروح اللي ده منهور الاسيوتي راح الامل وبدأ ييجي ده مين ده الاسيوتي والمباراة يعني قدرية ادي هوق عد الراجل وممكن لو الحاكم عايز ممكن لو مش عايز ممكن المهم ان ده منهور كل هاجمة بتعملها عاملة هيجان جامد جدا جدا وعملة يعني الشيوتي بيدفع بتنين بس ممكن جدا هيكلفه الغالي هنشوف محمد عمر بيدين المباراة هايل هو ناقص واحد عفوته من اول الشيوتي التاني وميستر ستيفن بيدفها وما كل فراودة بتاعته على اساس ان هو يهاجم ويروح وجاب ضرب الجزاء وقادي على طول برينس وانما برافو عبدالله جلال يطلع الكورة وتنزل مرة تانية ضغط من الاسيوتي واختراقات 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 انما على طول ادي على طول مانش 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 وعمل فاول مانش وفاول بص حضراتكم انا حاسس المباراة دي برامية يعني واحد يولي على طول يقول الحاكم ده لو ممسكش الماتش مزبوط ايه حيهرب منه حيهرب منه بصهم اللي حينامش عايز يقوم والعايز ده على وقته مش عايز يلعب واللي مستعجل على الكورة بيشوح للحاكم واللي بيعني وصده حاجة مش عاجبه قرار على الحاكم انه يعني ايه يعني يمسك نفسه والجمهير اللي داخله في ده منهور طبعا امالها جدا في سلاس نقاط يبقوا تسع نقاط يقدرهم عندهم بسيس من الامل نقص حوالي اه يعني اربعة وخمسين لوتر في دور التاني وشوية ومتشين فيه النقصين في دور الاول يعني يقولك ممكن هنشوف كل ايه حاجة في هذا اللقاء يعني ايه اه فيه الاسارة اللي فيه مش اسارة كروية قد ما هي حياة وموت والناس بتدافع عن الامل بتاعها ده منهور والاسيوتي بيحاول ان يسترد نفسه مرة تانية والحاكم عليه عبء كبير اوي 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 في هذا اللقاء من ضبط النفس وقرارات الصح واجل برينس اللي عمل دربكة وسريع في الشوت التاني وتسبب في دربة ضربة جزاء جمانها اسلام جمال في دية 13 للأسيوتي ولزال ده منهور متقدم بهدفين مقابل هدف للأسيوتي ولزال ده منهور بيلعب عشرة لعيبة منذ الشوت التاني بعد طرد عفرته في الوقت البجر الدائع في الشوت الاول تتلقى من الكورة وتنزل لعبدالله البلاط والكورات الامنية في العنق على طول انا لو محمد عمر لازم اضغط في نص الملعب عليهم عشان خاطر يعني هم مسيطرين وبالعبوا كرات امامية عندهم اتنين سراع البرينس سريع وعندهم كريم منشو سريع اذا لو محمد عمر منزل انت نزلت احمد سالم مع ابو قفة مع حمد فاتحي مع ابو عزيز لازم يضغطوا في الحتة دي لو ده من الوقت ضغطت في الحتة دي يبقى اخدت سلاح الاسوتي اللي هو في نص الملع والاخر الغنام 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 يلم الراجل عامل يعني مش عامل مراكو يسا عامل موسيق كويس غادي ذاتي صراحة حمد الغنام في دمانهور تتلقى بالكرة الامامية اللي معتمدين على السرعة بصهم هنا بقى دمانهور لازم ياخد بالك السرعة هي سلاح الاسوتي وعشان توقف سلاح الاسوتي لازم تضغط في نص الملعب عشان مفيش كرات في روح للراجل ده بقم 23 او عطيان مصر اي حد حيصاب من الاسوتي مفيش تغيير لان عاملوا 3 تغييرات نزل توماس وعصام عبدين ويعني هنشوف مين اللي نزل 3 تغييرات ونزل توماس وعصام عبدين والبرينز فالاسوتي عاملوا تغييرات بتوعه لسه عادة عزيز نزل من واحمد سالم نقص محمد عمر عنده تغيير فاضل 84 دية داخلين في الديئة 85 تعرفوا يعني ايه؟ يعني اربعين ديئة من زمن الشيط التاني وباقي على انتهى الشيط التاني هو المباراة وخمس دقايق تفصل بين الوقت بين المباراة والوقت البدل الضاع هنشوفه قد ايه؟ وحلم ده منهور في ثلاث نقاط اللي قد موقي جدا تكون تبعث له الامل في الدوري العام هنشوف واحد يقول لي عام دوري ايه؟ لا ما فيش حاجة فيش يأس ابدا مع الحياة الاسوتي بيشاور عالو ويشوت ولا يعمل ايه؟ تطلب الكرة ناحة شمال عند كريم منش امالهم بيرفع كرات عربية كويس جدا تنزل الكرة يطلحها عبدالله هنا الخطورة يقلش ولا يطلع على طول احمد سلاح يطلع الكرة هنا الخطورة برضو بصوا بصوا الخطورة بقى وبشمية الاسوتي في ان هو بيهاجم على حساب الناحة الدفاعية بصوا 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 انما الراجل داخل الراجل داخل وحش اوي 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 احمد سالم هو اصلا باك انما في تغيير ايه هنشوف ايه الحكاية تغيير لنادي ده منهور حيطلع رقم عشرة مستفى بديوي عملاتش كويس ايه وينزل رقم تلاتة احمد ناصف ده لعب خط وسط مدافع احمد ناصف ياه محمد عمر بيلعب بكل حواسه وبكل الخامات اللي عنده بيحط يعني كل تغييراته دفاعية وده المفروض هيطلع مستفى بديوي وينزل يعني احمد ناصف يبقى تغييراته كلها لازم دفاعية هيعمل ايه الراجل وبيعتمد على حماده الغنام وحنشوف زبط نصف ملعبه هيبقى بقفة جنب اه احمد ناصف جنب حمد فتحي جنب احمد سالم بيحط نصف ملعب قوي جدا دفاعيا وبيعتمد على حماده الغنام في المرتدات خمسة وتمانين دية تفصل حلم ده منهور عن السلسلقات او الاسيوتي عكمل ويدرب كرسي في الكلوب بهدف تعادل لا ينفعه ولا ينفع ده منهور ده اللي حنشوفه ونلعب هولس ازا ما حدوش شافين والحكم عليه مسئولية كبيرة جدا الكل متحفز لاي قرار واي قرار لده منهور عكسي هتبقى مشكلة بس يعني واحد يقول يعني ايه مشكلة يفرد صحة وانه صح انما على الحكم انه جمع كل حواسه التحكمية هو الاتنين مساعدين الكل متحفز لاي حاجة وخاصة العب ده منهور رمي التماث لنادي ده منهور والسابعة وثمانين ديه لس بادر عالصفافير ده منهور اتنين والاسيوتي واحد النور انهور عندي يبقى حنشوف الكابتن شبير ونشوف كابتن ايمن والكابتن خالد بيبو وهجمة على طول البرينس ونشوت عمل شغل كويس او برينس معركة عالكورة الهجمات المرتدة بقى بصهم الهجمات المرتدة بفيش حد ابدا يلعب كده واحد بس بصهم بصهم لب ولا حاجة ها 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 يا راجل صدق الكرة دي ممكن تعاكن على ده منهور من هدف ده منهور ممكن لهدف تعادل حنشوف دي كده تضيع وقت اي حاجة وده بتمرمك انه نفسه شوف محمد عمر وهو بيجز سنانه على الغنام الغنام الفلسف ناين اتنين صحيح اهو بيدوموا بعض وانت بتشوت ليه بتاع ليه اه حمد فاتحي باجة الامور يعني ادي حمد اهو وبتشوت ليه انت مالك وحاجات كده المهم تمانية وتمانين ديئة من زمن المباراة يعني ناس وكم سنية كده دخلوه في ديئة تسعة وتمانين هنشوف الحكم محمد باسوني هيقول كم ديئة وقت بدل ضائع ياه على المباراة دي ما فياش حاجة خالص وخلص الكرة والحكم بقوله يلا ما تحرجنيش وتتلقى الكرة على طول امامية لحماد الغنام وراها سفارة ودربة حرة غير مباشرة لنادي اه الاسودية ياه على المباراة كنا بنفتكرة يعني كده ايه هتنيننا انما الاحداث اللي فيها ليهاش احداث فهمية قدي شغل مدرب محمد عمر قدي خطأ اوه دي معادة قدي خطأ كبير من عفرته اه قدي حكم هنشوف كم ديئة وقت بدل ضائع مش عارفين كم ديئة خمس دقايق خمس دقايق وقت عالفكة الوحى من ورا بس يبدو البطارية ضعيفة خمس دقايق وقت بدل ضائع اعلن عنهم الحكم الرابع سامهنداوي بتأشيرة من محمد السولي مبارات تانية خالص بعد عشرين ثانية كده والعشر ثواني هنبدأ في الديئة الاولى من وقت البدل الضائع ما بين دامنهور المتقدمة بهدفين لهدف الاسوتي وهدي هجمة وهدي مانش دسعة كورة وراح خمس دقايق تاريخية بالنسبة لدامنهور احد يقولي يعني ايه تاريخية دا لسه مجر ايه ما يكسبوا عندهم تسعة بنتهم تحت برضو انما لا التلت نقاط دي هتخلي مجلس ادارة يفوق هتخلي مجلس ادارة هتخلي مجلس ادارة شوف اس كان عندهم اماكن في الشتاء يعني في اليناير يشترهم هترفع معنوياتهم هتقعد محمد عمر محمد نور يعني هيحصل رواب لان التعادل الاسيوتي يعني الكرسي في القلوب لا انت استفدت ولا افدت قادي الناس وقفة هون وبنلعب في الديا الاولى من وقت البدل الضاقع والكل موجه توجهات وعلى طول اسلام جمال وثاول على دامنهور ضد اسلام ابو قفة وتصويب ابقالشة تروح على طول في ايد احمد خطط من من توماس على مهنه خطاب يلا رجالة والكل اللي في دامنهور يلا رجالة وحاجات كده يعني اتنين دامنهور واحد الاسيوتي وما تنسوش دامنهور بتلعب عشرة لعيبة منذ الشوت التاني بعد طرد عفرته في الديئة الاخيرة الوقت بدل الابدعم الشوت الاول تتخطف الكرة من حسان خليل ووووووو والفالسيال حسین خليلي اتخطفت منه حسنا حظه تروح لا احمد خطط لا ترى القادر المخبي ايه ل ندام نهور في الاربع دقيق ايه اللي فضلة او مخبي ايه الفأسيوطي في الاربع دقيق اللي فضلة ومحاولات هجومية مستمرة من الاصيوطي ولكن بلا تنظيم بش منظمة محاولات كده اجتهادي لما محمد عمر رمى كل اختته الدفاعية على الاساس لعله وعسى ان هم يقدروا يصدهم الوقت الكافي من المباراة ومصدين لغد الوقتي ومكحين لغد الوقتي وضيعوا فرصة المرتدة عن طريق الغنان هم مجدوا قادي سالم وهو اللي نازل وقادي يفاول مفوض ياخده وخد فاول احمد سالم ودربة حرة مباشرة لنادي دمانه لا يا عكورة الواحد الفعل معهم وانا مليش في التورة وفي التحيل ولكن هنشوف دمانهور وهي على عتابة سلاس لقات هل يعطنينها لأرسوتي بهدف ولا هي تحطي هدف تاني الغنان 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 على قد ما هو مجيد النهاردة على قد ما هو تفلسف في الشوت التاني وفلسفته دي ممكن جدا تكلف دمانهور غالب نلعف ديها التالتة نيوات بدل الضواء على مددته خمس زائر وكرة أمامية من توماس قصوت وعلى طول كورش بدماغه وتنزل البرينس ويعامل برينس إنما على طول يخرش حسان خليل ويعليها يلحقها حسن مجد ويسقط داخل المنطقة كورش بدماغه وتلحها على طول إسلامه وقفه ياه على الأعصاب الأسيوتي بيحاول وده مانور قطعت والهجمة اللي ده مانور في منتار خطورة على طول تروح لحندي فتحي لعيب كويس وفاهم بيعمل ايه إنما ترجع الكورة لمصطفى حسن حارس المرمى للأسيوتي بنلعب في ديال الرابع من الوقت الجدر الضقع اللي مدته خمس دقايق وده مانور اتنين والأسيوتي واحد وكل حاجة ممكن تحصل فيه ادي أو نص الفضلة ممكن الأسيوتي يتعادل ممكن ده مانور يزود هنشوف إيه الحكاية هادي ده مانور هادي أحمد سالم أحمد سالم يمشي ويطلع بيها ويزق الحكم واللان زمان والدنيا كلها وتبقى رمي التماس للأسيوتي تتعادل كورة بنلعب في ديال خمسة من الوقت بدل الضقع وكورة متعلقة فوق عبدالإلاء جلال بجماغه وعلى تولي البرنز يقولوني شكرا في إضاعة الوقت أعتقد إن 14 ثانية 15 ثانية داخلين 17 ثانية السانية لها معنا في هذا اللقاء وضربة مرمى لنادي دمانه ما تنسوش إن احنا عندنا مباراة المقصة وبترجمة الساعة خمسة والسجد التحليلي الكابتن أحمد شبير والكابتن أميلونس وكابتن خالد بيبو وعلى طول تتلعب كورة وتبقى دربة مرمى لنادي دمانه النهاردة مدير قدرت الانتاج برايم عالي ومدير الانتاج محمد أعطية فرقته بقى عصام عصران ومحمد فامي بقية تحرير وليد عبد السلام مدير تحرير أحمد تيمومي معدين محمد حامد ومايكل مجدي ووليد آسي ومبدوي سعد مدير تشغيل قدرت تشغيل محمد العاشري ورسلنا في ملعب متحد السيد وأخيرا يصفر محمد نسولي حكم اللقاء بانتهاء الشوك التاني والمباراة بفوز دمانهور بأغلى ثلاث نقاط أعتقد في هذا الموسم بالنسبة لي ممكن تكون نقطة التحول أو مش نقطة التحول يرتفع رسيد دمانهور عند تسع نقاط وتوقف رسيد الأسيوتي عند أربع نقاط مبروك لدمانهور حظ أوفر ريه الأسيوتي أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي تو كان معكم معالق الرياضي محمد بكر وأصدقوكم السيد التحليلي كابتن أحمد شبير والكابتن أيمان يونس والكابتن خالد بيبو فإلى هنا شكرا